مرحبا بكم أنا إيصان وأنا باتول تعتبر وصلة نقر ولسان من تقنيات العمارة الصينية القديمة حيث كان الخشب والطوب هي مواد البناء الأساسية في ذلك الوقت ويعتبر هيكل الإطار الخشبي هو الهيكل الرئيسي في البناء والذي يتكون بشكل رئيسي من الأعمدة والعوارد والمدادات وغيرها وتم الرواد بين كل هذه المكونات في عملية البناء بواسطة تقنية نقر ولسان مما جعل إطار البناء يتمتع بمورنة كبيرة فدعونا نتعرف على ما هي وصلة نقر ولسان وما هي أنواعها واستخداماتها وصلة لسان الطوق وصلة لسان الطوق هي الأكثر شيوعا بين أنواع وصلة النقر واللسان حيث يتم عمل الفتحة في الطرف العلوي للركيزة الخشبية أو الأرجو الخشبية ثم يتم تركيبها على قطعتين إحدهما قطعة صغيرة لتعطي شكل جمالي ثم قطعة عريضة تتبت على السطح ثم يدمج الجزء المسنن من الركيزة الخشبية مع نقر السطح مما يضمن بنية متماسكة ومثبتة بشكل جيد من خلال هذه الفيديوهات قد تعرفنا على تقنيات البناء المتميزة لدى الصينيين القدامى والتي ساهمت بشكل كبير في صمود تلك المباني وظلت باقية حتى يومنا هذا فضلا عن اللمسات الجمالية التي تمتعت بها والتي تظهر مدى درجة إتقان ومهارة الحرفيين الصينيين فإلى هنا قد وصلنا إلى نهاية فيديوهاتنا على أمل أن نلتقي في فيديوهات أخرى إلى اللقاء